بعد استعادتها أحد آخر أحياء وسط السيرت من مقاتلي تنظيم داعش ها هي قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تبدأ التواغل في الحي رقم واحد بإبطال محاولة لتفجير سيارة مفخخة في الأثناء شهدت مدينة السيرت محاولات يائسة لتنظيم داعش للحيلولة دون خسارته الحي رقم اثنين أحد ثلاثة أحياء يتحصن فيها عناصره التنظيم شن تسع هاجمات انتحارية بسيارات مفخخة ودراجات نارية وأحزمة ناسفة لم تفلح في منع القوات الموالية للحكومة من بسط سيطرتها على الحي المذكور تلك القوات فقدت عددا من عناصرها في المعارك على وتنع العشرات الجرحة وفق حصيلة للمتحدث باسم عملية البنيان المرصوص التي تواصل قوات الحكومة المعترف بها دوليا تنفيذها منذ نحو ثلاثة أشهر لاستعادة السيرت من براثن داعش قوات تعتمد على دبابات ومدرعات إلى جانب غطاء مدفعي وجوي أمريكي أدى إلى تقليل حجم الخسائر البشرية في صفوفها ذلك أن المقاتلات الأمريكية نفذت 48 غارة في السيرت منذ بدأت تدخولها في هذه المدينة مطلع أغسطس مستهدفة مركبات ومخازن أسلحة رياض عشور العربية